بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تحضنه الرضيع ودي حادثة حقيقية خنائته من شدة الحب والقطة بتاكل عيالها عشان خايفة عليهم أحياناً الحب قد يكون أنت بتحب قوي لكن ما تشعرف أن ده فيه مصلحة اللي بتحبه أما العشق المسؤول فهو الذي يتناغم فيه العقل معه العطفة محدش يغلب التاني لأن برضو عقل بلا حب أو عاطفة أو شغف هو جمود وبرود لا يؤتي ثماره صحيح طيب أنا بحب لكن لي حساباتي حساباتي بحب ولادي طيب الفرق بين التدليل والرعاية إيه إن أنا وأنا برعة بديهم الاحتياجات اللي ما تفسدهمش واللي تعلمهم برضو أن فيه جزء في الحياة لا تعطيه لك الحياة كل شيء ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب والساعة وفيه واحد تاني يدلع جداً وطلبتكم أوامر فلما يوم ما ما يقدرش يتحاول العلاقة بينهم إلى توطر ويفقد يفقد العلاقة الجميلة إذن العشق المسؤولي هو النموذج الذي ينبغي أن نسعى إليه جميعاً هكذا الحال في حب النادي الأهلي النادي الأهلي فيه عشق من الجماهير عشق من أعضاء الجماعية العمومية والمحبين وعشق للمسؤولين كله يحب النادي الأهلي ولكن أن يتحاول الأمر أن المسؤول يبقى تحت ضغط مستمر لرؤى رؤى مختلفة كل واحد ماسك في تفصيله من شدة حبه للأهلي هو مركز على شايف أن المصلحة النهاردة في الصفقات واحد تاني الله 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 أنت بتيجي ناحية الشعار إيه ده ده نادي الأهلي وناحية تالي يقول لك المبادئ والقيم كلام ده كله بيمارس عشق مهم كله صحيح ما فيش فيه حاجة غلط ولكنه أنت تمارسه بشكل سلبي أنت بتعمل بتضغط على ناديك أنت بتشوه من إنجازاته أنت بتصدر طاقة سلبية لعناصر موجودة وهي لحتى تقاتل بيها ما فيش قائد يفضل يلوم في العساكر بتاعته أول عكس أو عساكر تفضل تصلح أو تنتقد قياداتها ويرجى منها نصرا إن كانوش لحمة وكل واحد عارف أن التدرج والمسؤولية ماشي إزاي والمسؤولية ماشي إزاي تؤتي ثمرها بالنجاح أنا بقول مش عايزين العشق الذي يجعل المنافس يترصد ويتجرأ وياخد من كلامنا يبني عليه ويبالغ فيه ويحاوله إلى شائعة تاخد النادي وجماهيره في سياح مختلف وبعد شوية يحصل الفيدباك أو الرياكشن العكسي إن جامير تتأثر بعد شوية بالحملات الدعائية المضادة طب نعمل إيه نرجع للكتالوج الأدي نعصق في إداراتنا لأن تجربنا في الثقة بإداراتنا أنا لا أتحدث عن إدارة كامتر محمود الخطيب تحديدا أتحدث عن اسلوب التعامل بين إدارات الأهل وقياداته مع جماهيرها ومع طب الإدارات دي كلها كل همها تسعد جماهيرها لأن إسعاد الجماهير يأتي بالنموذج الصح والانتصارات الانتصارات دي بتحطك في مكانة عالية بتزود جماهيرك والعملية بتلضم في بعضها بتولد بعضها وجماهير كتير بالدعم الحقيقي بتسند وبتحمي نديها هي دي اللحظة اللي عايزيني جماهيرها التي تحمي نديها حتى لو كان لدينا ملاحظات عايزين نقولها نقولها بنا وبنبعض لكن على الورق كل يوم كل يوم تقول نفس الملاحظة السلبية كل يوم تقول نفس الملاحظة خلاص مبارح بتفرج على برنامج الموزيع عمالية يلاقحه تكلم على الشعار وأن النادي القرن ومفهم أنه هو كده يعني قفش قفش وجايب خبير قانوني قالوا لا الأهلي الأهلي مغيرش مغيرش الملكية الفركية الملكية الفكرية هو لو الأهلي راح أقول لهم أنا غيرت الشعار بالطريقة دي آه يبقى تنازل عن بعض المعلومات اللي على الشعار لكن لما يحدث هذا ده الأهلي لما حصل التعديل بيرجع بيقول أنا أخترت الشركة هنرجع لشكلنا السابق مع تعديل عدد النجوم إذن هو ليه قال كده لأنه لأ صغر عايز يخش منها ولأ أن كلامه ممكن يسوق عند بعض الناس اللي أنا ما تاخدوش هؤلاء من الناس دي يا جماعة الناس دي مش بتحبك انت احتاخد من واحد انت عارف انه مش بيحبك ولا من صفحة عارف انها تدسلك السم في العسل ما انت عارف انه مش بيحبوك تاخد منهم ليه وفي نفس الوقت ما تدهمش حاجة يبنوا عليه أنا وحضرتك بنشتغل مع بعض لينا ملاحظات على بعض لكن العلاقة لازم تبقى قوية ان احنا نؤثر بالإيجاب على بعض مش بالسلب والانتقاد صحية حضرتك لو حبيت أولادك وأتلبتهم بالتدليل وجبتهم كل اللي هم عايزينه مش هيدار اعتمد على نفسهم إلا في وجودك بعد ما إرادة الله تنفذ هتلاقي الناس دي في الطل أي أو مش مقدارة اللي انت سيبته طيب لو انت كنت صارم وما زرتش حبك بس عشان تبقى عنيف في تربيتك برضو هتفقد علاقتك بيه ومتأثيرك عليهم لأنك بالنسبة لهم أبقاسي إذا العشق أو الحب المسؤول اللي فيه حسابات موضوعية وإنسانية وقيمية ومستقبلية عميقة هو ده النوع اللي عايزين كلنا نتعامل بيه مع بعض احنا في لحظة النادي الأهلي تاني وتالت ملوش اللي جمهوره بالمعنى الحرفي صحيح فمش ناقص انه يواجه جمهوره حتى لو فيه سلبيات أقول لكم ايه تاني حتى لو فيه سلبيات لأن دلوقتي أنا بلاحظ أستاذ إبراهيم في كل الملفات يعليلك التوقعات حتجيه مدرب بيروح جايب لك سيرة مدربين ياخدوا ملايين وبعدين يجيلك مدرب تاني هم مش مش ياخدين بالهم منه يتعاملوا معاه بريبة وبناسبة المدربين الراجل الموجود ده راجل عاقل ياخد بالأسباب وقافل على فرقته محدش عارف ايه اللي جول فرقة كل يا جماعة الهرجل اللي بتسمعوه ده مبسوط من فلان زعلان من علان ده بيقول ده بيعيد انسوه الراجل ده لا يتحدث الراجل ده بيتناقش فيه طلبات الفريق وعارف ايه اللي مستعجل عليه وعارف ايه اللي ممكن يؤجل وعنده خط يا أستاذ إبراهيم واحد بس أتحرى المعلومة الدقيقة ان اللاعب ده لما يجي مش مهم يكون اكبر اسم بس يكون يستطيع ان يضيف اضافة عائقية لاحتياجاتنا بشكل مؤثر يعمل فارق خدوا وقتك اللي تلاقوه وانا اشعره مناسب هتوه مفيش مش مستعجلين حييجي لان الموجود هو مطمئن ان عنده ناس يضرين جحلين يعني لا زعلان ولا بيدغط ولا مستعجل وله ماشي زغرة ولا مضارب بوز والراجل بيشتغل بهدو وابتسامة واثقة وبصرامة لينة صرامة لينة انه بيعمل اللي هو عايزه بس بهدو من غير زعي ولا شخط ولا نطر والمعلومات الواردة من الداخل العلاقة اللي موجودة بين كل الاطراف فيها ارتياحية فيها ناس بتروح مبسوطة انها رايحة انت لما تقرأ انت لما تقرأ بعض التعليقات مثلا مثلا كويس انك يعني الحديث جريني لما نيجي نقول القرار بتاع نهاية الموسم هنلعب بالمتاح من الناقهين اللي عائدين والناشئين كان قرارا ثبت جدواه لان اللعيب اللي راجع لما تقرأ بعضهم وهو كاتب كنا محتاجين وكنا عايزين واحنا راجعين عندنا الشغف والنام والحالة البدنية وهذا كان هو الهدف يمكن سعيتها ناس يقولك انت رميت الفوطة بدري بس انت كنت شايف برضو ان المناخ مش هيسمح لك ثم استفيد بالوقت ده بدل ما يبقى على حساب الموسم اللي جاي الكثير من الثقة والكثير من الدعم والكثير من ضبط النفس لان انا بيبقى ليه تحفظات مش كل حاجة يعني يعني لا فيه بقول لو انا كنت عملت بس مين قال ان انا لازم اكون صحة ما نقول ان لو عملت في دوق الموسمو انا بكل علاقاتي العميقة ما عرفش كل حاجة فيه حاجات فيه مناطق انا ما عرفهاش هو النادي الاهلي كده فنرجع للكتالوج الغامض بتاعنا نرجع للدعم نرجع للهدوء ونأمل من الله خيرا باذن الله